الحكومة اليابانية رصدت مليون دولار لمشروع تشجيع تشغيل الشباب في المهن البيئية الذي تتولى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية تنفيذه بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمغرب الوزارة أوضحت خلال ورشة نظمت بالرباط لتقديم نتائج المشروع أن هذا الأخير الذي يغطي في المرحلة الحالية الجهة الشرقية وجهة طانجة تطوان مكن من إنشاء وتمويل خمس مقاولات تعمل في المجال البيئي بغلاف مالي إجمالي بلغ أكثر من مليون درهم ونصف هذا المشروع الهدف هو أننا نبينه بأنه في ميدال البيئة هناك إمكانيات أننا نخلق قيمة مضافة ونخلق فرص ديال الشغل وبأنه القطاع ديال البيئة هو قطاع الذي يمكنه ينتج كذلك فرص ديال الشغل هذا البرنامج هذا الدار يعني يمكننا باش نخلقه خمسة ديال المقاولات اللي هي خلقات مياه فأكثر ديال مناصب ديال الشغل المشروع يرم تحديد عناصر استراتيجية تشغيل الشباب في المهن المرتبطة بقطاع البيئة وإعداد نماذج للتكوين الموضوعات وتكوين الشباب حول هذا القطاع إلى جانب تمويل المشاريع البيئية وإعداد بنك للمشاريع التي يتعين تمويلها